اهلا بكم مشاهدين يربط الثقافة المصرية بالثقافة العالمية خلونا نرحب بضيفنا المشرفنا الكاتب الروائي أحمد غانم صاحب مشروع مصر بعيون العالم صباح الخير خلينا الأول نرحب بكم نتعرف منك على بدايتك في الاعتمام بالثقافة وأن أنت تفكر ترسل ده في كتابه والكتاب كمان يترجم بعد كده للغة الفرنسية والموضوع ترمعك بدايتك البداية مع الثقافة طبعا بداية تقليدية يحب يقرأ بيحب يقرأ سواء أدب مصري أو عالمي أو فرنسي أو حاجة كحسب كل واحد الميول بتاعته والبداية تقليدية جدا لا يوجد مشكلة من جزبالي البداية تقليدية برضو زي السؤال لا يوجد مشكلة لكن حبيت بعد كتابة نحن نشارك مش بس نبقى مطلقي أو كمصر أتكلم كمصر مش كأحمد غانم أو كحد أتكلم كمانطان فعلى فكرة clumsy تقليدية من الثقافة يعني مش عايز أرجع بيت قوي يعني كان زمان في وقت لا أكيد الثقافة القانونية یہي توقع الصحفة أنا Îي customer بأتكلم في الثقافة زي أنا نشيه لا Niegary بأها 구독isf بالضبط. بالضبط. البتكلم بالثقافة ما شايفه بمفهوم الكبير بتاع ثقافة قانونية ثقافة سياسية ثقافة مشاركة ثقافة thanoke tnoktama ثقافة thuook. سلوك متحدد افضل في الشرطة. يعني احترم اشارة مرض للثقافة. يعني الثقافة احنا اختزلنا بس الثقافة في ان الثقافة ده حد كولتوفيي بيتكلم فرنسيوي او بيتكلم انجليزي او بيتكلم مش كده. ده ده جزء ان الثقافة مهم جزء المعرفة مهم. لكن في جواند تانية احنا مش مهتمين. مش كل من بيتكلم لغة ومش كل من هو جايد في عمله بيبقى مثقف. مش مهم العكس. ومش كل من مش بيعرف لغة مش مثقف. يعني مش دي ومش دي. ده جزء وده جزء. يعني احنا بركز بس عثقافة كاملة المعرفة. في مصر ما بتعرفش تقرأ وتكتب وتتكلم لغات زي اهلاء. بالزبط. ده بالزبط. ده بقى الفرق بين الثقافة وبين الوعي. بالزبط. الوعي نبتدي من نبتدي من الكتاب ولا نبتدي من مشهور. زي ما تحب. نبتدي نمشي نمشي واحدة واحدة. نبتدي من الكتاب. انت نزلت زي ناس كتير جدا. شاركت في الثورة. نزلت من التحرير. شفت حاجات. ايه اللي دفعك ان انت تكتب كتاب عندها. دفع ان انا كنت وقتا عايش حالة مجدانية. مجدانية معينة. شوفنا الثورة. شوفنا في تغيير. احنا شوفنا ان احنا فاعلين. احنا ممكن نقدر نطلب طلبات. ونشوف انها في الطريق انها بتتحقق. دي كانت حاجة اكيد مختلفة. احنا على الاقل. احنا 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 الحالة دي. قد تكون موجودة قبل كده فترات تانية. ممكن. لكن انا شخصيا مشوفش الحكاية دي. فكان فعلا يعني كل حد كل حد كان بحابب بيشارك بيشارك بطريقته. وانا ياريت يعني وياريت تدوني فرصة بس اقول حاجة مهمة جدا. ان انا من وجهة نظري يعني دايما بشوف هجوم كتير على صورة او رشاطاء او كذا. انا بشوفها حد بشخص ما انا بكلم عن نفسي بس. بس هو كل يا جماعة احنا الناس ما عندناش خبرة في اي حاجة. يعني احنا ما عندناش خبرة على الاقل في العمل السياسي. فممكن يخطأ. مفيش مشكلة. بس حاجة مخطأ ليشك جريمة دي المسألة مختلفة طبعا يعني. انا بتكلم ان الناس بس برضو بتقيمنا كسياسيين. في اخطاك يا رتاية بتودي في داية. بما ان انت فتحت الكلام في الموضوع. فانت ذكرت انه في شخصيات عندك في الكتاب. انت ذكرها وبتنتمي لطائرات سياسية. وجماعات سياسية زي ستة ابريل. وجماعة وطنار التغيير. واسماء كثيرة عليها علامات استفهام كثيرة جدا دلوقتي. وبغض النظر عن احنا قابلين التسجيلات اللي بتطلع او مش قابلينها. ومدى قانونيتها. لكن التسجيلات بتفضح حاجات كثيرة جدا. وانه فيه ناس كانت بتقبض وبتحاول تحرك من تحت الترابيزة. وكان فيه حاجات كتير. انت كنت شايف الواقع ساعتها ازاي وشايفه دلوقتي ازاي بعد ما حاجات كتير. انا شايف الواقع من منظوري المحدود جدا. من منظوري الديع جدا. انا عايز اعمل تغيير سياسي في مصر. ازاي. انا ليا طلبات. بنطلب بالديمقراطية. بنطلب بكذا. بنطلب بكذا. انما بقى جامعيات احزاب وبتاع بصراح ايدون ترس زي مقتون. بس اي حد ديوه. بس اسمحلي. الطلبات بشكل عام ده شيء جميل. لكن لو انا هفضل اطلب في شعارات مانيشة عارف هتتحقق ازاي. وافضل متمسك بالشعار للاخر. زي بالزلط التوقع الشرعية اللي هو يعني يمقعدوا فترة طويلة على مقتنعوا انه لا يعني الشرعية دي مش ملكه كنته بس. دي ملك الشعب كله. هو اللي بدي الشرعية هو اللي بتحقق يسحبها. فانت بتشوف ده ازاي. يعني انه في ناس برضو الغاية دلوقتي رغم انهم هتحرقوا يعلميان. وانهم لسه بيعني. هولا حرك حاجة. انت حالك بدأت. يعني انا مهتم بالفترة دي بشكل كبير جدا. بالمشروع الثقافي اللي انا بعمله. تمام. لكن حالك بدأت من البوليتكس. وانا بالفعل بدأت من السياسة. كنت مهتم بالوقع السياسة في مصر. لكن انا وقتها وصلت اليقين معين. وقتها بعد الصورة بكذا شهر بشوقتها بكتير يعني. بعدها بكذا شهر حست يعني شبه يقين. ان احنا هنا في مصر بالفعل سواء اليمين السياسي او اليسار السياسي بالفعل غير مؤهلين سياسيا. بوجهة نظري. سواء احزاب يمين او احزاب يصر. بوجهة نظري بطوضع. انا مسؤول عن النهي. يعني ده نظريت المحدودة. الناس دفعنا مش هو أهل العمل السياسي. نظري ان التعميم ممكن يكون فيه يوم. الا التعميم. انا شايف ان مع الدنير ثقافة حوار. ده مبيسمعش ده. وده بيسمعش ده. انا بتكلم سياسي وانش بكلامجنيا. اي احزاب ثقافة حوار حاجة ومؤهلين سياسية حاجة. بالضبط. ولذلك احنا بالفعل محتاجين ثقافة حوار. محتاجين ثقافة حوار بالفعل في المجتمع. سواء داخلياً او خارجياً. احزاب يعني علا برا يسمعنا. يعني مش عايز اقول يحترمنا. هو ان شاء الله يحترمنا. هو بيحترمنا. لكن احنا عايزين تبقى صورتنا في العالم برّة بسرعة تتناسب مع بلد زي مصر. يعني احنا عندك مثلا هنا مش عارة تلاتين ستة أثبت للدنيا قد تلاتين ستة حدث سياسي. انا مش عارز اتكلم في حدث السياسي. انا عارز اتكلم في حدث ثقافي. انا انا بشوف برضو تلاتين ستة بشكل ثقافي. انه ثقافة شعب قرر انه هو يتفق في أكبر ثورة شعبية في التاريخ الحديث. أنه ينزل بملايين لم تحدث في تاريخ البشرية. ينزل يقرر قرار واحد أنه سينزع هذا الحاكم وسيسترد بلده بشكل غير مسبوك في تاريخ البشرية. لأنه أكبر ثورة قبلنا كان يمكن 15% أقصى حاجة. وقابليها الثورة الروسية 6%. الأرقام بعيدة جدا عن أرقام المصريين بوعيهم وثقافتهم. لنزل ويغيره فأنت مش شايف أنه ده حتى لو سياسيا يعني أنا أفترض أنه سياسيا لكن ثقافة شعب قرر أنه يحمي بلده. أنت مش شايف أنه ده شيء فاصل. دي حاجة مهمة جدا أنا ببصر اللي حاجة بتتكلم في ده من الناحية الثقافية أنه فعلا بقى فيه ثقافة مشاركة. هل إيجابية سلبية مش مشكلة أو هلو بيتعلم الديمقراطية مع بعض النهاردة. إحنا كم مجتمع النهاردة بنتعلم بنتعلم مع بعض النهاردة بنتعلم نسمع بعض بنتعامل للتحور بتعلم لأفي أحزاب فعالة. إحنا هنا في مصر عندك الأحزاب ورقية معظمة ما احترمنا ريون كأشخاص طبعا أنهما كسياسيان فشلين جدا سواء يمين أو يساء الرأي. مواظم الأحزاب في مصر فشلة جدا الحقيقة. ولذلك ولذلك تلاقي الكيانات الغير قانونية أنا بتتكلم بقى دلوقتي بصفة أن أنا قانوني. القانون الأساني مش بيضا عن الصقفة بشكل كبير يعني معظم الكيانات اللي موجودة في الشارع النهاردة كيانات من لها الشكل القانوني محدد. طب إيه اللي بيخال الناس تلجأ لكيانات اللي هي مش مش قانونية النشأة والتكوين لأن هو مش شايف قدامه كيان قانوني هو يحترم من وجهة نظره. ويمكن أنا واحد من الناس دي أنا عامل من ضمية الحزب ولا المجموعة سياسية ليه؟ يعني أنا حايف أن أشارك لكنني مش شايف في الإطارة اللي أنا يعني حسن أنا فعال من خلاله أو هو نفسي يكون فعال. بس اكتشفنا أنه في بعض الأشخاص من الطائرات دي اتطلح أنهم مفعالين بعد كده. هل في شخصيات من اللي أنت ذكرتها حسيت أن أنت اتخدعت فيها؟ أنا لم أذكرتش في الكتاب على فكرة أشخاص خالص. أو من اللي أنت؟ لا 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 أنا كنت لأ شخص يبكي معك فيهم عندهم دوقتي دي مش أشخاص مش خاصة دي أشخاص خاصة بالعمل الثقافي. أنا كنت أتكلم في المصريات، أنا كنت أتكلم في المصريات مش أشخاص لنا كنت حايف نركز عليهم الفترة دي وبدو المصريات مش في البوليتيكس. ما احترامنا كل السياسيين في مصر بس أنا دلوقتي أنا في حاجة اسمها مبدأ المسئولية المجتمعية أو المسئولية الجامعية. أو تفري أنا شايف أن مصر النهاردة في حالة فشل سياسي بقيت تحملها الجميع. أي أن كان خطأ عند مين معرفش بس دي بيتحمل الجميع ولكن إصلاح النار لو أنت هستامل إصلاح لازم يكون إصلاح ثقافي. أنت أنت مش شايف أنه يعني فشل سياسي يتحمل. أنا مش متشائم بالعكس أنا متفائل. يعني يتحملوا الجميع حتى لو الناس عايزة تنجح سياسياً وفي ناس مصممة تفشلها يعني برضو ما هو. أنا أقول لك حاجة أكيد في خطأ مشترك يمكن نسبة الخطأ عند ده أكتر عند ده أكتر يمكن اليمين أخطأ أكتر يمكن اليسار أكتر أكتر معرفش أنا مش مش مقيم مش بقيم الأمر سياسيان بشكل دقيق لكن أنا بتكلم كوجة نظر عامة ترامى في خطأ مشترك في خداع كتير الحقيقة من اليمين ومن اليسار مش عايزة أكتب عليك يعني. أنا درايك. أنا درايك. أنا درايك. نتكلم على جديد ناس قالت كلامه وقالت هنعمل ونساوك اكتشافنا أنهم بيبيعوها. يلا ما علينا. دعلنا نرجع للكتاب وإيه اللي وصلوا لك تترجموا باللغة الفرنسية? هو الكتاب، أنا لم أترجم الكتاب. أنا عملت كتاب عن الصور المصري باللغة العربية وعملت كتاب عن الصور المصري باللغة الفرنسية. مختلف تماماً عن التناول. طبعاً الموضوع واحد أكيد بس مختلف في التناول وفي الطرح إذا ما بكلم حد فرنسي أو فرنكفوني أكيد بيختلف عن المصري ليه؟ يفرق في إيه؟ ليه يفرق طبعاً كتير أنا ما بكلم مصري بكلم مصري في حدث حصل عنده يعني لو أنا قلت مثلاً لحد مصري ميدان التحرير مش هقوله ميدان التحرير ده فين اللي جنب إيه اللي عمل كذا ومش يحط له صورة مش بحتاج صورة عشان يعرف ميدان التحرير لكن لو أنت مثلاً بتكلم حد فرنكفوني في كتاب بتقول له ميدان التحرير بقى أنت تحط له صورة عشان يعرف شكل ميدان عامل إزاي يفهم مصري عامل إزاي هو يعني يعرف مصري بس مبايد ما يعرفش إيه بس فأكيد مش فاهم مصري مثل مصري دي حاجة منطقية كان إيه صادر كتب في فرنسا؟ أولاً الكتب كان إي بوك كان آه كتاب إلكتروني كتاب إلكتروني وانا كنت حريصاً يعني معرفش ممكن دي فكرة أحسن باللسبة لكتب اللي بتبقى يعني بتبقى باللغة الفرنسية أو باللغة غير اللغة مصري يعني الأحسن يكون يبقى عشان بيبقى التوزيع يبقى سهل إنه هو الناس تبقى ده طبعاً إنما الكتاب اللي الوراقي يبقى في مصري طبعاً طب ركزت على إيه في كل نسخة من الاتنين هو أنا ركزت على النسختين نفس الفكرة العامة واحدة أنا بحب شكراً واللغة التركيز الرئيسي أو اللغة ممكن يكون لم يتغير من الاتنين أنا بتكلم أن مصري فيها حراق سياسي وفيها تغيير سياسي ودي حاجة من وجهة نظري إيجابية وإحنا في جميع الأحوال ماشيين في الاتجاه الصحيح أياً حتى لو كان فيه أخطاء يعني فيه أخطاء قبل كده حصلت 25 يناير وفيه أخطاء قبل كده حصلت في 30 ستة طبيعي إحنا بشر في الإف بالزبط لكن إن أنت تخطأ وتتحرك وتتعلم أحسن من أنك تقف سابق لأنك أنت بتأجل المراحل فإحنا نمر بمراحل بنتعلم فيها الثورات أو بنتعلم فيها التغيير السياسي دي حاجة هيلة جداً دي حاجة هيلة جداً نحن نبقى في مصر ماشيين في حالة حراق سياسي وقتين تبدي نقطة نقطة الثانية المشتركة ما بين النسختين النسختين هو نفس عشان أسألك تفري بقى الفرنسوي إيه بعد كده يعني أنا عايزة أعرف إيه — طبعاً الحراك السياسي وطبعاً تن Aggétal موح호ر handed by … غايبدي،سلم أحب إليكيبات أكثر ... بشكل عام أحب نركز على إجابيات أكثر لا، لا بحب أوفضح بلا كثير، أحبه صفحوس الفقшие الآن نعين س Penny ، لم رأس السياسي خاصة المهمة هل تخطل المصريين خṇa مصريين عنك في نقطة زمنية عند لحظة زمانية؟ هل استطاعت من نقاط على الحراك السياسي؟ نعمًا ما أريد أن ي определён أو يعني استعمل جيدًا أنا استعملتها كتير وستعملتها وأنا مقوم بالصور أكيد لكن لا أحب أن أستعمل كل من الصور أحب أن أستعمل حراك السياسي لأننا حسنا وقتها في 25 ينال إحنا عملنا حاجة هيلة جدا العالم كله احترامنا جدا أنت تحاول تغير المفاهيم تدخل المفاهيم من منظورك وتغير في المفاهيم للأسف فرجعنا كتير للأسف فأنا أحب أن أسميها تغييرين نحن مر بحادة تغيير بالفعل وبكل ما نتعلم مع بعض كل ما نتعلم الديمقراطية بما أنها وجهة نظر خاصة جدا ليه إخترت اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية أخترتها لسبب لأننا نقال ليعلم إنجليزي كثير قوي يعني العلم في إنجليزية لغة أكيد مهمة ولغة موجودة في العالم كله أنا قاتل للغة الإنجليزية كتير جدا لكننا نعلم ب bis بلغة واحدة نقدم نخطب حوالي 7 أو 50 دولة في العالم هي فرنسية أنا لا أريد لغة فرنسية أي لغة أخرى أنا خطب بها للعالم لكننا نريد أن نختلف عن الشكل التقليدي نحن دائما نتحدث عن كلمة العالم الإنجليزية لا يوجد مشكلة نحن يمكن أن نقاطب المجتمع الفرنكفوني كله مثلاً 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 جرائد فرنسية أي جريدة عالمية أي جريدة عالمية مثلاً نشرت مقالة في جريدة فرنسية هذه الجريدة تقرأ على أقل 57 دولة في العالم فلما أنا شرط حاجة بتدهي المصر بشكل محترم أو عملت ثقافي مههم في مصر أنا مش محتاج بها أدفع فلوس بقى مليارات بس أنت شايف أنت تقدر تعمل تعمل ده بسهولة أنا قادر أعمل أنا قادر أعمل أنا قادر أعمل لو في إرادة في حاجة النصف العالمية يعني عشان تاخد فيها مساحة بتبقى حاجة صعبة جداً دي حاجة الحاجة التانية أنه لا يعني ممكن في ناس بتشتري المساحة هذا يعني موارد على مستوى دول كتير وزي قطر والمشاكل اللي حصلة فأنا نتكلم هل أنت عندك القدرة دي أنك توصل للجريدة العالمية؟ أواب وأنت أكيد عندك القدرة دي لكن إذا كان في إرادة موجودة للحكاية دي مش إرادة فرد أو إرادة شخص أو حزب إرادة مجتمع لو أنت عايز تعمل إبنت مهم إيه؟ إرادة مالدي إنت كابتشتري أهلاً لدي حاجة تانية أنا بتتكلم أن أنت ممكن لو عملت إبنت مهم لو عملت حدث كبير جداً جداً أنت مش محتاج إنا كنت تعمل دعية هم اللي هيجولك بردو منين هتعمل الحدث الكبير جداً؟ خلينا نتنقل بمناسبة الحدث الكبير جداً كلمني عن المشروع طيب أنت بتتكلم أن الحدث؟ طيب أديني مثال بقى؟ أديك مثال يعني أنا في الوقت مثلاً بفكر أعمل حاجة معي يعني مصر بعيون العالم طبعاً طبعاً مصر في عيون العالم إزاي بس المشروع مش 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 اقتصادي مش سياسي مش أي حاجة مشروع ثقافي بس العالم شايف مصر إزاي يعني أنا مثلاً في الوقت بجهز المشروع ياريت يتم وياريت كل الجهات المعنية تحاول تساعدهم مش تساعدهم مادياً تساعدهم يعني بأي طريق أنا مش عايزهم يساعدون بس ما هاترونيش يعني مثلاً لو أقدرت أن أجيب في المركز الثقافة الفرنسي هنا في مصر فيه طلاب يدرسوا من معظم دول العالم يدرسوا هنا في مصر لو أنا قدرت أجيب الطلاب دول فيه حد فيهم كتب حاجة عن مصر كتب أصليب شعر عن مصر كتب كذا أرى عن مصر عمل مصرحية في بلغة عن مصر عمل كتاب عن مصر ده تفصيلة أنا عايز المشروع عبارة عن إيه؟ المشروع لي كذا محور أقولهم لي بقى بالضبط عشان نفهم الناس معنا في بيه نفهم إحنا نتكلم عن إيه؟ أكيد هو أنا عامل يعني ده مشروع صغافي أكيد أشتغل من خلال كذا محور يعني أنت فيزيكا لي بتكون بتشوف الناس والناس بتشوفك بتتكلم مع بعض طيب فالندوات دي حاجة مهمة عشان نلحق وقتين عشان نلحق وقتين عشان ما ننسرحش في الكلام أقولهم لي المحاول هم كان محور إيه؟ عشان نلحق نتناشف المحاول من خلال مؤتمرات من خلال سمينارز من خلال ندوات محدودة على الأقل ما فيش مشكلة يعني سواء مؤتمر كبير أو ندوات كله بيقدل الهدف منه ممكن يكون مطبوعات مطبوعات يعني فيه مثلا أنا دلوقتي بيجاهز لحاجة اسمها أعلام لأعلامهم الكاثرون هم أعلام بالفعل هم أعلام بالفعل شخصيات بالفعل اللي هم فغارس أو شخصيات رموز مهمة جدا في الحياة الصخفال المصرية احنا في مصر ممكن نعرفهمش زي كتير جدا زي كتير كتير يعني كثير كثير يعني سواء مصريين أو ناس جم jour مصر ومش مصرين ومعاشوا في مصر وعملوا حاجة كثير في مصر وأصبح مصري هل عرضتُ المشروع على الجهات وماذا تردُها؟ ما أعزم الرضوط يردُها إيجابية، أردُها وجودَ من المحنة، وهناك من ساعده أم لا جميل، فهذا هو بطريقة لمصر، بسبب لا ت Lyme. لا يوجد أخفوات المسؤولية، إنت أريد أن تقيicking بطريقة الجميع لن تسلق بحاجة قد تخافتُ لمصر، أتخافتُ المسؤولية، لا، لا، لا أريد أن أعطي لن أفعل أوتب أريد أن أتحمسُ لا، في كثير جدا أن تحمسوا. تمام؟ أنا أريد أن أريد أن أتحمسهم بالفلاقة بجد، ففي كثير جدا أن تحمسوا أيضا. في هائلات تحمسوا، فعليا فكثير جدا أن تحمسوا. يعني مثلا دكتور سعد عبد الرحمن أيضا، أقول لي من سيساعدك. دكتور سعد عبد الرحمن من الناس تحمست حدد الفكرة المشروع، والحقيقة. وزارة السياحة هي قادرة المشروع بتاعة ليست سياحي. لكن أقول لي أن تعمل المشروع جيد جدا. احنا ممكن نديك مقرات تعمل فيها لدولت بتاعتك ممكن نديك كوي يعني الميكانيات المتاحة لنا اوه ما بديش ما بديش ميكانيات مادية لكن المكان اللي عنده طب ايه الخطوات القادمة الخطوات القادمة احنا عايزين نفعل شوية الفعاليات بتاعتنا من خلال أسور الثقافة من خلال أسور الثقافة وأنا خدت وعد من ساعد بي عبد الرحمن ان شاء الله يبقى في لنا فعليات كتير جدا ان هو تحمس جدا لفكرة المشروع الحقيقة هتبقى في بيزن ربنا فعليات من خلال وزارة الثقافة انا اتكلمت مع كتير مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة قالوا لي المشروع ده هايل بس لسم خطوات مع بعض بس احنا في الطريق بنجاهز لحاجة نتمنى لك التوفيق وبنشكرك الكتب احمد غاليم صاحب مشروع مصر بايون العالم بنشكرك نورتانك شكرا ربنا يخليك شكرا مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا نتمنى انه بلدنا يبقى شكلها احسن في كل حتة في الدنيا ولو انه اثارنا في كل حتة في الدنيا بتشهد على بلدنا نتمنى ان احنا نكون قد اثارنا وقد تاريخنا وكل واحد يبزي المجهود كفاة بس نشتغل الفترة الليلة لسه مستمرين معاكم لغاية 11 صباحا على الهواء مباشرة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر